السلام عليكم وصلنا لنهاية الكورس ازاي بقى تكون نفسك في الانجلر وتبقى محترف فيها اول حاجة عشان تتعلم اكتر عن الانجلر ادخل على الموقع بتاع angular.io ده الموقع الرسم بتاع الانجلر و ادخل على الانجلر و ادخل على الانجلر و ادخل على الانجلر و ادخل على الابي اي هتلاقي هنا كل الموديولز اللي موجودة في الانجلر ادخل على كل موديول فيهم و شوف الفانجلز بتاعته و شوف بتعمل ايه و الكلام ده كله ده كده انت هتتعلم اكتر عن الانجلر والحاجات اللي موجودة فيها تاني حاجة بقى عشان تبقى محترف في الانجلر لازم لازم التدريب انت مش هتبقى محترف في اي حاجة خاصة بالبرمجة طالما انت ما بتتدربش بايدك لازم تدرب وتعمل تمرينات كتير ابحث عن نت شوف ناس بتعمل تدريبات او تطبيقات بالانجلر اعمل تطبيقات وراها ابحث عن افكار تطبيقات تانية و اعملها انت بنفسك افكر فيها و اعملها بنفسك و احنا ان شاء الله في القناة هننزل تطبيقات كتير على الانجلر دي كده نهاية الكورس بتاعنا اتمنى الكورس يكون عجبكو و اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم محتوى قويس في الكورس يفيد الناس و ان انا اوصل معلومة بطريقة قويسة و الناس تكون استفادت من الكورس استننا في كورسات جديدة و في تطبيقات عن الانجلر لو في عندك اي كومنت بخصوص الكورس يعني ياريت تسيبه في الكومنتات اي حاجة ممكن تحسن من الاداة بتاعي يعني اي توجيه اي نصيحة كده يعني اه و برضه ما تنسوش تعملو اشتراك في القناة الناس اللي بتتابعنا مش مشتركة الناس اللي بتتابعنا الاول مرة لو في اي استفسار او اي معلومة اي اسأل بخصوص الانجلر ممكن تسأله ممكن برضه توصل معي على الصفحة الشخصية او صفحة القناة على الفيسبوك لينكات دي كلها سيبه في وصف الفيديو اتمنى الكورس يكون عجبكو شوفكو كورسات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته